صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله مرسوم رقم 84 لسنة 2022 بنقل موظفي المكتب الصادر بتنظيمه المرسوم رقم 56 لسنة 2013 والاعتمادات المالية المخصصة له إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء وذلك بناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه المادة الأولى ينقل إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء موظفو المكتب الصادر بتنظيمه المرسوم رقم 56 لسنة 2013 بذات حقوقهم ومزاياهم الوظيفية طبقا لتنظيم مكتب رئيس مجلس الوزراء وتقول إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء كافة الاعتمادات المدرجة للمكتب الصادر بتنظيمه المرسوم رقم 56 لسنة 2013 في الميزانية العامة للدولة وكافة حقوقه والتزاماته المادة الثانية يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا المرسوم ترجمة نانسي قنقر